اعترف الرئيس الأوكراني فلادمر زيرانيسك بأن القوات بتاعته وجهت الهزيمة بطريقة غير مسبوقة بالمرة واعترف بأن قواته بتواجه الانهيار إلا أنه أعلن ورغم ذلك أنا ما عنديش استعداد أن أدخل في مفاوضات مع روسيا لما سألوه ليه قال لأن روسيا دلوقتي بتخطط لإشعال الحرب العالمية ضد أوكرانيا وبتخطط لتدمرنا بطريقة غير عادية وأن هي بتستغل الأحداث في قلب منطقة الشرق الأوسط وبالتالي هم عاوزين يخلصوا علينا وأنا ما أقدرش أن أدخل في مفاوضات معاه طالما أن التفكير بتحهم بهذه الشاكيلة يعني يا عم الحج أنت عندك استعداد تدخل في مفاوضات؟ آه بس روسيا تهدي اللعب شوية وتحاول بقدر الإمكان أن هي تنقذ القوات بتاعتي الرجل مش عارف أساسا ينطأ والعارف يصرح والعارف يتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضر لكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر فلادمير زيلانيسك رئيس أوكرانيا داع رأي المسأل المصري يقول لك إيه أقرع ونزهي يعني يعني أنت راجل أقرع ما فيش مشكلة أخرى ما إحنا كلنا صلع لمؤاخذة جاي بمشت ويروح للكوافير كل أسبوع ويزبط أموره مش لقى إياكل صحيح بس أهم حاجة عند الكوافير أهم حاجة أنه هو يقف قدام المراية عشان يسبسب بقايا الشعر بتاعه هو ده بالزبط راجل مهزوب واعترف بالهزيمة واعترف بأن قواته على وجهك الانهيار واعترف بقوة روسيا واعترف أن روسيا استصمرت الأحداث في قلب منطقة الشرق الأوسط إلى درجة أن هي رأعت القوات الأوكرانية بالآفة بشكل غير عادي واعترف أن روسيا بتخطط من أجل إشعال حرب عالمية كاملة على المستوى الدولي في سبيل أن هي يتحقق كل اللي هي عايزة رغم ذلك يقول لك لأ أصنع ما أقدرش أدخل في مفاوضات مع فلد مير بوتين دلوقتي ليه؟ تعالوا حضراتكم نشوف ليه؟ وهو الراجل ده عاوز إيه بالزبط الحوار بتاعه كان مع صحيفة زسان البريطانية لاد ميرزل نسكي في الحوار ده رفض رفض خلي بال حضراتكم رفض لا هو أنت بالقوة إلى درجة أنك تتحدد أنك أنت رفض أنا عاوز أقول لحضراتكم أني كل الدول الغربية بتلطش دلوقتي لفلد ميرزل نسكي لدرجة النهية بتقول له غصبا عنك أنت هتدخل في تفاوض مع روسيا من أجل التنازل عن كل الأراضي اللي أخدتها روسيا عن طريق الاستفتاء عشان نفضها سيرة إلا أنهم مختلفين على المكاسب مقابل إيه؟ أنا مستعدة تنازل هو طبعا لدمرزل نسكي بيع أمه لأنه هو راجل ورّت الشعب الأوكراني ورّت أوكرانيا إلى درجة أن أوكرانيا ما عادش فيها حتى كمان رجالة بعد ما دمر الشباب إلى درجة أن في الجيش الأوكرانيا حاليا سمحوا وأكبروا الناس اللي وصلت للستين سنة يتجندوا في الجيش الأوكراني ما عادش لقيين شباب رفض بدء مفاوضات السلام مع روسيا رغم أنه هو اعترف بالوضع الصعب للقوات الأوكرانية على الجبهات بتاعته ثم قال هل الأمر صعب الآن في ساحة المعركة؟ وأجاب نعم طب يعني أنت راجل مهزوم وانت راجل بتاخد بالجزم على دماغك وانت راجل بتواجه الانهيارات بشكل غير عادي إيه بقى؟ يعني الراجل اعترفه هو لكن هو بدأ فلادمرزل نسكي بيقول هل يجب أن نكون أصدقاء أو نجلس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا؟ الإجابة لا من يحدد الشروط؟ هو القوي هو المنتصر يا يابا انت راجل مهزوم لا 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 إحنا بنواجه لهزيمة؟ نعم لكن هل من المطلوب أن نقعد مع فلادمر بوتين؟ لا المهزوم هو الذي يتلقى التعليمات والأوامر وزعم فلادمرزل نسكي بأن روسيا الآن لا تريد أن النزاع ده ينتهي لذلك لا يمكن الحديث عن إبرام السلام بأي ثمن ثانية واحدة بقى لأن التصرح ده خطر جدا تققوا النظر في التصرح ده مرة تانية وقرنوا بتصريحات سابقة بيقول روسيا مش عاوزة النزاع ده ينتهي ولذلك أنا مش هقعد مع روسيا على طاولة مفاوضات يعني لو روسيا وقفت النزاع هتقبل آه أنت راجل مهزوم وإطرفت بالهزيمة مش مشكلة حتى لو أنا مهزوم فأنا هقعد معاه في على طاولة مفاوضات واحدة أيوة بس أنت سابقا أنت وأوروبا كنت أنت بتخطط في سبيل أنك تتحقق ثمة انتصارات على روسيا على أساس أنك أنت لما تيجي تقعد على مئدة مفاوضات واحدة يبقى أنت يجي لك عين وقلب أنك أنت تفرض الشروط بتاعتك على فلادمير بوتين وهو ده اللي اعترف به وهو ده اللي قاله فلادمير زيلانيسك وهو ده اللي قالته قيادات أوروبا في مراحل سابقة وإيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل وصل اللي حصل أن هم تهزموا شرة هزيمة طيب في التصرح ده تاني حاجة تانية يقول إيه؟ روسيا مش عاوزة النزاع ده ينتهي على الرغم من أن هو منذ عدة شهر قلب الحرف الواحد سوف نواصل القتال ولن نتوقف عن هذا القتال إلا بعد استرداد كل الأراضي اللي استولت عليها روسيا ونرجع القوات الروسية جو حدود روسيا ده اللي قاله فلادمير زيلانيسك ولما حصل نوع من إعادة التموضع للقوات الروسية على أساس أن القوات الروسية بترسم تيكتيك لحصار القوات الأوكرانية فلادمير زيلانيسك تصور أن القوات الروسية تهزمت لدرجة كل يوم من ده يوم من ده إيه؟ كانت بتدفئ على الأورى التانية ومهزوم شرة هزيمة إلا أنه هو حاول يصور طبعا للقوات الأوكرانية أو للقوات الغربية أو للدول الغربية أو للدول الناتو أنه هو بيحقق امتصارات واعتبر زيلانيسك أن بلاده تقع حاليا في مركز المخاطر العالمية لإشعال حرب عالمية ثالثة كما تخطط روسيا روسيا بتخطط لحرب عالمية ثالثة طيب ماشي؟ طيب ده أمر طبيعي أنت لو فكرت مجرد تفكير أنك أنت تزود التون خلال الفترة اللي فاتت كانت مسح بيك الأرض أنا عاوز أقول لحضراتكم أن كل الأسلحة النووية اللي حركتها روسيا من موسكو لبيلاروسيا المتخمة للحدود الأوكرانية كانت بمثابة أسلحة نووية تيكتيكية محدودة الأثر وبالتالي رأس نووي واحد كفيل بأن هو ينهي الحرب ما بين روسيا وما بين دول الناتو للأبد ومش هتقدر تقول أنت الثلاثة كام بأن روسيا مخططة بشكل كويس جدا اتهم زيلانيسكي موسكو بأن هي بتحاول استخدام تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط لصالحها وقد تثير اندلاع أزمة في منطقة البلقان طبعا في دول اللي هي لاتفيا، لتوانيا، ستونيا المناطق دي روسيا أوكرانيا بتحذر من أن روسيا على وشك أن هي تثير أو تشعل الوضع فيها كما عبر عن ثقة بأن الصين لديها إمكانيات خاصة للممارسة الضغط على روسيا بهدف إنهاء النزاع خبر اسود الراجل بيرجو الصين من أجل إنهاء النزاع يابا وأنت مش واخد أسلحة غير عادية من الدول الغربية في سبيل أنك تتقوم بهجوم مضاد في مواجهة روسيا وقلت إحنا بنحقق انتصارات غير عادية فيه إلى درجة أن الدول الغربية قالوا لا بصوا بقى بالشيطة القادمة إن شاء الله أوكرانيا هتعدل الميلة طبعا كلام ده كله كده هو دلوقتي بدأ يستحث الصين في سبيل إن هي تتدخل لما لها من نفوذ وصلة وعلاقة بروسيا من أجل إنهاء النزاع تنهي النزاع لي لمؤخذة فلادمير بوتين منذ أول لحظة في عقاب اجتياح أوكرانيا قلب الحرف الواحد شروطنا واحد نزع كل أسلحة دول الناتو وتجريد أوكرانيا منها اتنين عدم تدخل دول الناتو في الشأن الأوكراني رقم ثلاثة كل الأراضي التي تم الاستلاء عليها سواء إذا كان عسكريا أو عن طريق الاستفتاء في مرحلة تالية ده يعتبر بمثابة أراضي روسية وبالتالي هيتم التعامل معها من هذا المنطلق تظل أوكرانيا على الحياد زي ما احنا اتفقنا سنة 1991 قبل انهيار الاتحاد السوفيتي هتقبلوا الشروط دي هوافق في مرحلة تالية أننا أقعد على طاولة مفاوضات واحدة مع أوكرانيا مش هتقبلوها في الأول آسف جدا أنا ما بقعدش مع أحد طبعا كل الدول الغربية قالوا بالحرف الواحد لدرجة النجو بايدن رئيس أمريكا قال أيضا بنفس الطريقة دي فلادمير بوتين ليس في موضع فرض شروط احنا محققين انتصارات غير عادية في مواجهة القوات الروسية وفضلوا يمرسوا الأكاذيب بتاعتهم النتيجة تفضحوا في ضيحة بجلاجل دلوقتي فلادمير زيلانيسكي يعني بيستحس الصن ان هي تتدخل لما لها من نفوذ عشان تنهي النزاع طبعا في 4 نوفمبر ذكرت شبكة الان بي سي تالت تذكرة نقلا عن مسؤولين أمريكيين ان الأمريكا وأوروبا بدأوا في منقشة مع أوكرانيا بدأوا ينقشوا ايه؟ بدأوا ينقشوا موضوع مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا وما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل لحل وسط بدأوا يضغطوا على أوكرانيا أوكرانيا خلاص بقى كل الأراضي اللي أخدتها روسيا تحل عنها وتشوفوا وراك ايه بدل مع الأوكرانيا كلها على بعضها تتفكك كلها وبحسب القناة الأمريكية فإن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين بدأوا يتحدثون بهدوء مع المسؤولين في نظام كيف حول العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع موسكو الإنهاء النزاع وخلال المحادثات دي طرح التساؤلات تفيد بأن أوكرانيا يجب أن تتخلى عن شيء ما من أجل التوصل لاتفاق تتخلى عن شرفها تتخلى عن أعزمها تاملك ما خلاص الأراضي اللي هما الأربع مناطي لوجانسك دوناسك زابروجيا كارسون روسيا أخدتهم ومش هتتخلى عنهم وبالتالي بدأوا يسوموا أوكرانيا إن يا ستة أوكرانيا لازم تتنزلي عن هذه الأراضي من أجل إنهاء أم الشغلانة دي تزيل الإنسكي يرفض التفاوض مع روسيا رغم الوضع الصعب للقوات الأوكرانية أه أه لن أقبل على رأي الفنان عاد الإمام لن أقبل طب لن تقبل إيه أنا مش عاري بس أنا لن أقبل برضو لن أقبل إحسن ناصر عندنا حالة انهيار ومش عارفوا الكلام ده كله بس أنا لن أقبل التفاوض مع روسيا لأن روسيا يهمها استمرار النزاع تمضى طبيعي لن يتخلى فلادمر بوتين عن هذه الحرب إلا بشروطه هو مش بشروط دولين طار الزمن دورته وثبت بالدليل للقاطع إن فلادمر بوتين هو الذي حقق الانتصار منذ الخطوات الأولى لاجتياح أوكرانيا انتهى حقق الانتصار اشتركوا في القناة